فيديو بديد هنكلم فيه عن اهم النصائح والتوقعات لبرج العقرب المائل لشهر يوليو من يوم 22 لحد يوم 30 يوليو 2021 كالعادة بليز متنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة واتبعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك تقولوا لتفرجوا على الان فين وانتوا برجي مش عارف يا جماعة اضاءة ملحة نحس ان انا الواني غريبة يعني احطى لون روشه احمر تلالي لونه بنفسي طيب برج العرب تعملوا لايك في الفيديو تشتركوا في القناة واي حد ان هو يدخل الكورس باع الزوم بتاعي اللي هيكون بعد العيد ان شاء الله وإذن الله فيديو زوم منفستيشن عشان تعملوا منفستيشن اي حاجة في حياتكو او تجذبوا اي حاجة في حياتكو ده كورس خاصة بقانون الجذب بليز يتواصل معي عن طريق الايميل الموجود تحت او عن طريق الديم بتاع الانستجرام سواني الناس تجمع انت جذب كدن يا برج العرب حواليك معجبين كتير وحواليك ناس كتير ممكن تكون بتفكر فيك وعايز اتقرب منك بس انت للأسف مش شايف حد تاني غير ذلك الشخص انا شايفك بتحاول تنسجم في حياتك بتحاول تتقدم مركز على شغلك مركز على تفوقك انت عايز تكبر وعندك احلام كتير وخاصة ممكن تكون ظروفك المادية مش في احسن احوالها عندك مشاكل مادية بس ان شاء الله بإذن الله هتتحسن فانا شايفك بتحاول تخرج من طاقة هذا الشخص الا ان هو متملكك طيب الشخص التاني بيفكر فيك ازاي هو كمان بيحبك وهو كمان بيحاول على فكرة ينساك وهو كمان بيحاول يتعرف على ناس جديدة ويدخل ناس جديدة قريدي في حياته ممكن يقرب الناس كمان عشان يحس ان هو تفوق عليك وان هو قدر ينساك بس مش بيعرف على فكرة ما بيقدرش ان هو ينساك خالص ما بيعرفش وبيحس ان الحياة من غيرك مش مشة والشخص ده زي ما قلتلك بيفكر يتواصل معاك وبيحاول اصلا قريدي يتواصل معاك وممكن يكون بيكتب المسج او بياتصل بيجيب الرقم بتاعك وبحلاص ياتصل بعد كده يقول لا كرامتي والكبرياء لان هو شايف ان اتصاله بيك او تواصله معاك بيقلل منك برياءه ومن كرامته لان هو حاس ان انت جرحته يعني هو شايف ان انت يا برج العرب جرحته او ان انت يعني استهونت بمشاعره او ان انت تلعبت بيه او ان انت متحبوش او ان انت مش في دماغك يعني فالاسف فيه عند قوي جدا في هزي العلاقة بس انا نصحت لك يا برج العرب حاول تتواصل مع شخص ده لان هو في انت ظورك وبينتظرك كل لخصة ان انت تتواصل معاه وفي نفس الوقت اعملت خاطر كتير جدا لان روحانياتك قوية جدا لو عملت خاطر مساديجاتك ليه هتواصله فعلا هيتصل بيه بسبب التخاطر بسبب قوة التخاطر طيب تعالوا بقى نتكلم عن العقارب العزاب شخص جديد بيدخل حياتك بعد فترة يعني اخيرا شخص جديد هيدخل حياتك شخص فيه صفات كتير من صفات ان انت بتحبها بس انا شايفك يعني مش داخل في العلاقة بقوة لان انت خايف يا برج العرب طبعا انت شكك وبتخاف فانا شايفك داخل ببطء كده بتتارجح كده يا برج العرب عملت جيمين في شمال طب ادخل طب ارجع طب ارجع قدام طب ارجع طلع لقدام طب ارجع لورا انت خايف الاندماج في هذه العلاقة فبتقدم خطوة بترجع خطوتين انت عايز ايه يا برج العرب انت انا دايما مش عارفة ليه حاسة العقرب عنده حنيب لشخص من الماضي على فكرة يعني العقرب على قد ما انت متداق من الشخص من الماضي وعلى قد ما انت زعلاء منه وتهقام منه بس انت نفسك ان هو يتواصل معك نفسك يحسسك باهميتك نفسك ان هو يقرب منك المشكلة مشكلة كرامة بنت لازينة ما بينك وبين الشخص ده طيب نصحت ليك يا برج العقرب اهتم بشغلك حاول ان انت تخب بالك من مشاكل في العمل ان ممكن يحصل لك اطرابات خليك صبور خليك ما تاخدش اي انفعالات ما تاخدش اي يعني خطوات انفعالية حاول تكون صبور يا برج العقرب فاشكركم يا رب القراءة تكون عجبتكم قلولي القراءة دي بتتفق معاك ولا لا قلولي يا برج العقرب عندك حنيل لشخص الماضي مش قادر تنسى ولا قادر تشيله من بالك ولا لا وتفكر فيه كل لخصة هو كمان ودأكد نهو كمان بيفكر فيك ولا لا خليك واثق في نفسك يا برج العقرب حب نفسك ودعي ربنا ان ربنا يحقق لك ما تستحق شكرا بحبوكو اشوفكو في فيديو تاني بليس تعملوا لايك وشير كتير كتير تانكيو باي مع السلامة تانكيو باي مع السلامة